بالتأكيد وطبعا في البداية بعد كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي وضع فيها الخطوط الحمراء للكيان الصيوني قامت أمريكا بإرسال رسالة عبر الوسيط العماني إلى القيادة في اليمن وكان فحوى تلك الرسالة بأن أمريكا قد حذرت كل الدول العربية والإسلامية من المشاركة بأي أعمال ضد الكيان الصيوني لنجدت أخواننا في غزة وقالوا لنا بأن كل الدول قد التزمت بعدم القيام بأي أعمال إلى جانب أخواننا في فلسطين فكان الرد من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو كالتالي قولوا لأمريكا بأن تبعد اسم اليمن من قائمة الدول التي تملي عليها قراراتها ونحن لن نترك أخواننا في فلسطين وسنتدخل وعلى الفور قام بتوجيه القوات الصاروخية والجوية بتوجيه أول ضربة للكيان الصيوني وبالتالي الرسالة وصلت عسكريا بالصواريخ والطائرات قبل أن يصلهم الرد من الوسيط العماني طبعا بعد ذلك بعد أن أدركت أمريكا بأن تهديداتها لا تنفع قاموا بإغراءنا بدل تهديدنا حيث عرضوا على حكومة صنعاء بأنهم سيعترفون بشرعية حكومة صنعاء ويتخلون عن كل أدواتهم سواء الإقليميين أو في الداخل مقابل أن نوقف كل عملياتنا ضد الكيان الصيوني وكذلك في البحر الأحمر إلا أننا رفضنا بعد ذلك طلبوا مننا فقط أنهم سيلبون هذه الإغراءات وهذه العروض لنا إذا ما قمنا بخفض التصعيد في البحر الأحمر ولكن طبعا كلام السيد عبد الملك بدردي الحوثي كان واضحا وهو الفصل بين قضية الحل السياسي في اليمن وقضية غزة طبعا نحن نعرف أن أمريكا ستعمل على تعجيد التوصل إلى أي حل سياسي ولكن نحن نفصل بين الملفين لأننا ننطلق من منطلقات أخلاقية من منطلقات دينية وأخلاقية